إذن انطرقنا في سكشن السابق عن الاثنتيكيشن والآن راح نبدي نتكلم عن الاثوريزيشن مثل ما قلنا الاثوريزيشن هو تحديد أو تحييد ما يقوم به المستخدم ضمن السيستم مثلا رؤية صفحة معينة ضمن صلاحيات معينة خفاة عنصر معينة وما على ذلك فطبعا احنا راح نبدأ نطبق هذا الكلام باستخدام الكليمز واذا تحب ان نطبقه باستخدام الروز ما فيه اي مشكلة لكن الكليمز تتيح لك استخدام اسم ونوع وهذا راح يعطي امكانيات افضل والاستخدام هنا بشكل مباشر انه تضاف يعني تسند ال اي دي الخاص في اليوزر الى الكليمز المعنيه وبالتالي نستطيع تحييد المستخدم ضمن الكليمز اتجونا على قاعدة البيانات راح نعمل هذا الشي بشكل مباشر ثم على ذلك نتعلم كيف اضافته برمجيا فهنا على الكليمز كليك اي منعلي بهذا الشكل ثم على ذلك اعمل ادت هذا الجدول الخاص فيه اليوزرز مثل ما تلاحظه يحتاج الى اليوزر اي دي والكليم تايبز والكليم ظاليو اتجونا على اليوزرز وعمل ادت وخلينا نطبق على اخر اليوزر احنا ضايفينه هذا هو اليوزر كترال سي طبعا ابدي اخذ الاي دي الخاص فيه كترال سي وارجع على الكليمز اقوم باضافة الاي دي الخاص فيه ثم على ذلك اعطي اسم لي الكليم تايب الكليم تايب اسميها ادمن يعني كلهما سترينج والفاليو الخاصة فيها لازم تكون عندي ادمن اوكي تايب ان فاليو الان قمت بوضع الكليم اللي هي صلاحية محددة لهذا المستخدم تمام اراح ابدأ اطبقها على السيستم اتجونا عليه في جول استوديو ثم على ذلك على ملف الستارتاب ليش على ملف الستارتاب احتاج انه اصيغ هذه الكليم وعرفها على اساس تكون عندك بوليسي ثم على ذلك ابدأ استخدم هذه البوليسي اه كمحدد ضمن السيستم اوكي فهنا اسفل الاددفولت ادنتيتي راح ابدأ اقل له services.add اوكي اوكي اوثنتيكيشن او ليست الاثنتيكيشن اوثاريزايشن ثم بعد ذلك راح ابدأ اقل له اعدي بحيث الاوبشنز.add policy اقوم باضافة policy معينة بعملية الاضافة هذه طبعا تمام بعملية الاضافة خليني نزل الكود بهذا الشكل الاسفل حتى يكون عندنا واضح هل يكون عندنا بهذه الصيغة اوكي ايك ديس لما نقوم باضافة البوليسي طبعا هذي اللي هي اد بوليسي راح يطلب من عندك اسم هذه البوليسي راح تبدي تتعامل معها راح ابدأ اسميها ادمن اكسس او ادمن اكسس او خلينا نسميها ادمن رول اوكي طيب بعد ذلك اقوم بتعريف محددات هذه البوليسي هل هي ضمن محددات الكريم او الرول او ضمن المحددات بشكل مباشر اقوم بكتابتها كادمن رول راح ابدي اتخذ انه اذا كان يحتوي على الكليم السابقة اللي احنا كتبناها هذي هذي الكليم ادمن اوكي اذن شن راح ابدأ اقول له راح اقول له انه البوليسي هذي بحيث البوليسي لاحظ عندك على الكليم محددة اخرى على الرو انا عندي اقوم باعطاءه اه التايب الخاص في هذي الكليم اسمها ادمن والفاليو مالتها اسمها ادمن اوكي وبعد ذلك اقوم بغلق القوس الخاص فيه اوكي والقوس الثاني وبالتالي فاني عرفت بوليسي محددة احتمادا على فالمفروض الان لو ابدأ اطبق مبدأ اعمل على صفحة محددة او على قيمة محددة فالمفروض انه يتأكد من هذي القيمة صحيحة ضمن السيستم يلا يباشر في عملية التنفيذ على سبيل المثال اريد انه هذي صفحة هذه صفحة اريد احددها الشخص اللي هو يحتوي على صلاحية ادمن رول ويذهبون على صفحة البرايفيسي ثم على ذلك على الموضل الخاص فيها اوكي هذا الموضل الخاص فيها واتج هنا على الكلاس هذا عندي الكلاس اذا اعلى الكلاس اقوم بالتطبيق الاتربيوت اوثرايز فانقل هنا اوثو رايز الان بتطبيقي لهذه الاتربيوت على هذا الكلاس لاحظ فمعنى ذلك انا طبقت الاثورايز بس ايش هو اي اوثرايز لازم اكون محددات اليه اذا لازم افتح قوس واقوم باعطاء اسمي البوليسي اللي انا اعطيتها اللي هي اسمها ايش اسمها ادمن اكسس اوكي هذه هي البوليسي لازم تكتب مثل ما احنا كتبناها بالضبط بدون عفوا ادمن رول بدون اي اخطار ان هو راح يبدي يحتمد عليها بالدرجة الرئيسية اوكي طيب في محددات اخرى نعم يمكن انه استعين في محددات اخرى ولكن افضل شي ان تتعرف البوليسي ضمن الستارتاب وبعد ذلك دباشر في عملية على السيستم الخاص فيك حتى تتم عملية التغيير يعني ربما في مرحلة ما تريد انه تغير على بوليسي معينة فاتغيرها ضمن الستارتاب فقط وكوى تبقى هذا الكلام هو نفسه مطبق على السيستم اذن الان المفروض انه انا اقوم بفتح الصفحة بمستخدم بهذا المستخدم اللي احنا اضفناه المفروض انه تنفت عندك وبدون اي مشاكل ولكن اذا غيرت المستخدم الى مستخدم اخر فالمفروض انه ما تنفتح عندك هذه الصفحة اوكي لاحظ الان هذه عندي برايفيسي اقوم بالضغط عليها اوكي مباشرة طلب من انه عندنا يقوم في عملية التسجيل الدخول مباشرة لان هذه الصفحة ما يستطيع الشخص انه هو يعني يعدل عليها او يفتحها بالدرجة الرئيسية لان هي اوكي واضح جدا لو اقوم في عملية تسجيل الدخول فالمفروض تنفتح عندي هذه الصفحة اذا لاحظ ان فتحت عندي هذه الصفحة بنفس الوقت حتى لو قمت بعملية تسجيل الدخول لازم اتحقق الاثرائز ضمن ايج ضمن السيستم اوكي مثلا عندك هذا المستخدم هذا المستخدم اللي هو هذا اي بي سي دي وان تو ثري فور فايف لو تذهبوا على البرايفيسي راح يقلع اكسس دينايد هو اوكي هو منبر هو عضو ولكن هو ما عنده صلاحية حتى يوصل لهذا العنصر ما عنده صلاحية ان يوصل لهذا العنصر وطبعا هذه جزئية جزئية جدا مهمة في عملية تحييد المستخدمين من الوصول للعناصر الغير اللي ما لهم اصلا صلاحية الوصول الها